انا بقى بنقدم للسيسي هدية مش ملاحظين حاجة الراجل من سنة كان موجود من سنة تلاتاشر عمال يدلدق في حكم ويطرتش في مواعظ وانتوا بعدكوش دم وانتوا بتحسوش عبد الناصر جاء طرتش كلمتين فراح واحد السادات كتب كتاب يا ولدي هذا عم الجمال والله وسام ابنه جمال على اسم السادات اسم عبد الناصر وتغير الكتاب تلاقيه بيقتل حبا وغراما فيه فكر جمال عبد الناصر طيب عملوله مساق حاجة اسمها المساق كده حاجة كده كان بحفظوا على الفيلم الارس حاجة كبيرة قوي كده طيب جاء السادات فعملوله كتاب اسمه البحث عن الزات وبعدين اوراق السادات وبعدين استاذنا في النقد الادبي الاستاذ نابير راغب عمل كتاب السادات رائدة للتقصيل العلمي طيب ماشي جاء مبارك يعيني ما اخدش كتب كتير احنا بقى عايزين نقول للسادة ابناء السيسي في المؤسسات الصحفية ودور الناشر ايه المانع ان انتو تاخدوا عندما تأكل العجب الهتسعى على الافيال والحاجات دي وكلامه الحلو الحكم ده تاخدوه وتحطوه في كتاب وتعملوا كتاب حلو كده واحنا اهدنا لكم النهاردة الغلاف اهو بص رؤيتي بقلم حامل كوكب ده الناشرة ايه يوزع الكتاب على كافة المراحل التعليمية احنا بقى ايه الراجل بيطرتش الراجل عمال يطرتش افكار وفكر ورؤة سياسية بيقول لكم وعملوا كتاب يا ضيا يا ضيا رشوان كلم الناس يلموا الكلمتين اللي ابيقولهم في المؤتمرات اللي بيدفع فيها ملايين دي وبص الكتاب اهو احنا بص بالبساطة دي والكتاب ينزل معاه ازاز الزيت او كيلو بطاطس اهو احنا عملنا لكم الفكرة خلاص دي فكرة مهداء من فريق برنامج مصر النهاردة الى ابناء السيسي الكرام لموا افكار الراجل اللي عمال يطرتشها دي في كتاب وحطوه بالطريق اسمعنا معامر القزاف يعمل كتاب اسمه ها الكتاب الاخدر المرأة تلد وتحييد والرجل يالد ولحييد اول سطر والله العظيم انا فكر في ليلة جاني الكتاب ده فتحته وقريت الجملة دي اول سطر روحت واعمل الضحك وعتت حك ليالي ايه معلم البديهية ده اختراع ده ولا اكتشاف والرجل الليالد ولا يحيد وكان له كتاب تاني مجموعة قصة اسمعه الارض الارض وانتحرق دي الفضاء يعني كان شمعنا انتو تلموا كلام السيسي وتحطوه في الكتاب الكتاب قدامك وهو مهده وتقولوا رؤيتي والله ويتوزع سيدي وحيات ربنا وبعدين نجيب بقى ايه تعيشوا عليه اه ما عملناشوا الفصول انتو حرين في الفصول اعملوها جوة براحتكم فصل رؤيتي في الاعلام فصل رؤيتي عن المرأة فصل رؤيتي عن اهل الشر بس الاول لازم يكلمكم عن نفسه لان هو بيحب الكلام عن نفسه فيقول ايه بقى ايام الدكان والحارة حلو الاسم او حلو حلو الاسم صحيح في مركب الايام مثلا حاجات كده بقى في زورك الايام ويحكي بقى وانا صغير وكتاب بتاخدني مش عارف ايه ولا مصنع الكراسي حاجات دي بقى هو الله العظيم انا بكادمكم جد ما الحاجات دي هتدخوا عليها بعد كده شتملوا فيلم منه فمش عارف مين الوقت اللي عمل ايه وازاي عدقوا مع الشوكولاتة لان دي كانت اللي بتجيبوه تعملوا الحاجات دي بقى وبعدين فصل كامل بقى عن زواجه من انتصار في زورك الحب وتجيبوا جوابين تلاتة من الملزئين كان بيكتبوا الانتصار بخطوا العافش ده وايه بين الاغاني جامعة عبي حالي محافظ مسلا لما كان مكتاب ويكتب لها جئتوا لا اعلموا من اين ما نزلش اجازة بقى له كتير يعني اولم مسلا كان يحبها فقول لها اهواك واتمنى لو انساك ويعمل قلب بالقلم الجاف كده ازرق ما كانش فيه قلم جاف احمر وقتها وبعدين فصل بقى محمد مرسي ويجي خابط بقى كلام عن محمد وسبب الكوكب وبتاع وورا تكتبوا اراء بعض المفكرين العرر بتاعكم زي مراد واحبة يكتب بسطرين كده وورا ووعدين تكتبوا ايه هذا الكتاب تم ترجمته الى خمسة واربين لغة هو حد يعد وراءكم مش يعد وراءكم هذا الكتاب تم ترجمته الى خمسة واربين لغة وتعملوا مسابقات في الكتاب تعملوا قنديد شباب كده مؤتمرات شباب ويطلع عائل صغير يسمع الفصل الاول الفصل الاول في زورة في الايام ايام ما كنت في الحارة والوقت يطلع قول الكلماتين دول تجو بديله قد جايزة اعملوا حاجة راجل مفكر عندكم بيشر فكر اعملوا حاجة بيطرتش فكر فدي فكرتنا لكم كتاب رؤياتي اه وطبعا فصل اهل الشر اهل الشر بقى هم الاسلاميين والاخوان وبعدين الكتاب اخر هيخلص على ايه بقى وصور ملحق الصور طبعا ملحق الصور كله هيبقى من اخر صور ليه انما صورة الوراء الخيمة دي لما كان وراء العمود دي ما تجيبوهاش لما كانت عادة السافر الامريكية قدامه هو وراء ما تجيبوش الحاجات دي ولا صورته مع حسن ساقر واقف عمل كده وحلق بتاتة جنيه ما تجيبوهاش برضو تجيبوش الحاجات دي شتوش اخبية بقى لكن ايه بقى تجيبوه له صورته بقى هو عمل كده وعملوا اعملوا يا عام فوتو سيشن خدوه في حتة وخدو الوضع المصور يا حسن زمنا ده ويقع بقى قولوه ايوه الديني بوس كده واقف كده خالص ولا سرت حسن بارك ومصر ولدت يوم ان ولدت سيسي خلاص هتجيبوه بقى الجزء بتاع باب اهل الشر طبعا مش اكتب حاجة وفي ناس هتكتب يعني هتجيبوه الجزء بتاع اهل الشر ده فالحقيقة يعني ما هو انت لو جيبت است كتاب يا ولدي هذا عم الجمال وجيت است اللي هو كاتبه عبدالناصر السادات عن عبدالناصر وجيت است كلام عبدالناصر السادات عن عبدالناصر بعد كده عارف ان تناقض الشنيع ما يقبلوش بعض يعني تحس اللي كاتب الكتاب مش واحد مهم يعني فانتوا تجيبوه اهل الشر بقى باب اهل الشر ده تتكلموا بقى عن انفجار مديرة امن الده اهلية اه سوري مديرة امن الده اهلية ايوه ايوه مديرة امن الده اهلية اللي بعده تم اعلان ان الاخوان جماعة ارهابية مهم انت لو نزموا الحوادث دي بقى اهو الصورة دي مجيش الصورة دي مجيش ما شوفهاش الصورة دي وقعت كده الدبان موكل وشه ما جيبهاش بقى مصورة ازاي قعد وراس ازاي اهو حد يجيبها عيام القذرول واكل القلقاس والعدس في البتاع ما حدش يجيب الصورة دي خلاص يا معلم والزباط اللي قاعدين دول اللي عارفين عني ما حدش يجيب صورته وصورة حسن صار مع علينا يا حضرات يا ابناء السيسي يا مستقبل وطن حزب مستقبل وطن حزب الوطن سابقا انا باهديكم الفكرة دي تعملوا كتاب عن افكار السيسي والكتاب يطلع بالاسم ده او حسب يعني هي رؤيتي احنا شفناها حلوة بقلم او سيرة ذاتية لحامل كوكب ووزعوا الكتاب على المراحل التعليمية والمخابرات توزع الكتاب وتشتغلوا يعني في القصة بقى انما حرام الرجل يقول لك القيم وانا بطالب باستحر الوامن المتحدة وعندما تتصارع الافيال لا تسأل عن العشب حرام بقالوا الرجل خمس ست سنين عمالي يقول لكم افكار الكتاب موجود قدام حضراتكم الكتاب ممكن توزعوا مجانا لاني بحاجة اشتريه اصلا فممكن توزعوا مجانا او توزعوا عليه في المساجد سبح وفي الكناس توزعوا عليه سلبان او توزعوا عليه اي صدقة او اي رحمة جائزة وايو اي حافز بحيث ان الناس تبقى عندها الكتب في المكتبات دي وتكتبوا تم توزيع اتنين تتة مليون نسخة من الكتاب ايه رأيكو في الفكرة دي ايوة كده اشتغل بقى يا ضي عيب الرجل ده مش يعيش توقتر العمر